على بعد أقل من كيلومتر واحد من السواتر الترابية التي تفصل بين القوات الأمنية والبشمرقة عاد الهدوء إلى مدينة ألطن كوبري وبدأ السكان بالعودة إليها بعد هروب جماعي منها إثر سقوط قذايف الهاوى والمدفعية في هذه المدينة التي يحتضنها نهر الزاب الصغير عادت الحياة الطبيعية إلى ألطن كوبري فالمواطنون الذين رحلوا من هنا عادوا وسمعوا بالأخبار الجيدة والله ما أريد أن أريد جهد أزيد للأمان وللإطمئنان أريد جهدهم أزيد أزيد لها الشعب مسكين على ضررنا كثير المحال التجارية بدأت تفتح أبوابها للمواطنين فيما الدوائر الخدمية تستمر بإصلاح ما خربته الاشتباكات أفران الخبز بدأت بالعمل أيضا مسؤولون في المجلس المحلي طالبوا الفرين بالعودة إلى المدينة يعني نقولهم أمان خليل يرجعون كل عائلة يجي على بيته يسكن حتى في سبيل غير واحد ما يجي إنسان سيء أو مخرب يجي يبوك غراض ما لا شيء يعني موخش إذا هو يجي يقعد مكانه أحد كل شيء ما يسير رغم عودة معظم المفاصل الرئيسية للعمل في هذه المدينة إلى أن المدارس ما زالت مغلقة حيث يرى أبناء المنطقة أن الكوادر التعليمية لم تبدأ بالمباشرة بعملها فيما قال آخرون أن الطلبة ما زالوا متخوفين حيث أن مواطن الأحياء التركمانية بدأوا بالعودة فيما يمتنع الكورت عن الرجوع إلى أماكنهم المفروض أن مديرية تربية كاركوك توعز إلى جميع المدراء أو تقوم بإنشاء أما مواقع بديلة أو بوضع سقف زمني لالتحاق الطلبة بمدارسهم ألتون كوبري في أكثر من عشر مدارس هناك صفوف منتهية الحياة مستمرة ونهر الزابي لم يتوقف عن الجريان والمواطنون في انتظار الربيع المقبل سوران داودي الحرة من ناحية ألتون كوبري كاركوك موسيقى موسيقى